تركز حكومة ستيفن هاربر على مسألة اعتماد تأشيرات دخول بيومترية بهدف تشديد الرقابة والإجراءات الأمنية على طالبي تأشيرات الدخول وسبق وكشف الأسبوع الماضي المدقق العام عن الثغرات في هذا المجال وأكد وزير الهجرة الكندي جيزن كيني بأن فريقه يستعد الاعتماد سلسلة من الإجراءات للرد على توصيات المدقق العام من هذه الإجراءات اللجوء إلى المعايير البيومترية المعتمدة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا وعدد من الدول الأوروبية منها بريطانيا معتبرا بأنه لابد من الذهاب أبعد مما يطالب به المدقق العام ولهذا السبب يقول الوزير كيني أننا نعمل على تأسيس نظام لإصدار تأشيرات دخول بيومترية فاعتبارا من عام 2013 ستطالب كندا رعاية دول المعرضة أكثر من غيرها للمخاطر الأمنية بتقديم نسخة عن بصمات الأصابع وصورة لهم عند ملء استمارة طلب تأشيرة دخول بهدف الحصول على الإقامة الدائمة في كندا في أغلب الأحيان بالإمكان القيام بذلك بوسطة وسائل تقنية جديدة لا تعتمد على الحبر في المراكز المخصصة لمعالجات طلبات تأشيرات الدخول وسيتم التحقق من هذه المعلومات فور وصول طالب الإقامة الدائمة إلى كندا هذا ويأمل وزير الهجرة جيزين كيني بأن تسمح هذه التقنيات الجديدة للسلطات بتحقق من الهوية الفعلية لطالبي تأشيرات الدخول لسيما من حيث تبادل هذه المعلومات مع دول أخرى وقد خصصت الحكومة الكندية مبلغ 174 مليون دولار لإرساء النظام الجديد لمراقبة تأشيرات الدخول وكان ذلك مدرج في ميزانية عام 2008 كما خصصت الحكومة مبلغ 53 مليون دولار لدعم عمليات هذا المشروع